نكمل بقى الشقة التانية من السؤال وانت شايف المسرح فين دلوقتي يعني هل هو واخد حقه ولا لأ جمهور المسرح بقى موجود ولا ما بقاش فيه جمهور للمسرح ما بقاش فيه حد حابب يروح يتفرج على مسرح والدنيا بقيت ما فيش وقته ما فيش امكانيات المسرح نفسه بقيت الناس حالشان تعمله بروفوت وقت طويل شهور وتيجي تعرض عرض ولا اتنين وهذا كده يقولك ما ده تكليف كتير مسرح الدولة والمسارح الخاصة فانت شايف بقى الوضع عامل ازاي بقى موضوع جمد وكبير ومهم قوي مش لنا بس كفنانين للبلد كلها وانا بفكر فيه بقى لي 7-8 سنين لان فيه ظاهرة حصلت ان فيه مسرح بدأ يختفي فهنا بطدي تفكر انا اولا عايز اقول لحضرتك فيه حاجة للأسف مش عندنا وريد تبقى عندنا في مجالات كتير اللي هي التكنولوجيا بتاكل عندنا الحاجة اللي قابلها بمعنى زمان اما ظاهر التلفزيون قالك ده ضرب الراديو بعد التلفزيون اما مش عارف ايه اما النت ظاهروا السوشيال ميديا المنصات ضربت التلفزيون او ريسيفر ده مفروض ما يحصلش كل حاجة من دول يعني مسرح ليه لايف انك بتشوف الفنان قصادق متعته ونفسه وبتحسه بالاضاءة فيفضل مسرح حتى لو فيه تكنولوجيا جديدة وانت قادر في البيت دوستي على زي تفرج بس يبقى ده ليه طابع ومتعة ويعني انا ملبس متاع واشرب شاي وزبط اواشرب قهوة وعندي الساعة 8 ومسرح ونازل راكب رايح حالة طبعا ما بتتوفرش على الموبايل الموبايل حالة تانية انها بيقدم لي حاجة سريعة وقوية وممكن في دقيقتين اخد ميسج وكذا اذا كل حاجة مفروض السينما ليه هجو انك تاخد حده وتروح يتحدر فيلم معه جمهور صح ليه طعم كل حاجة ليه طعم بره ما ماتتش الحاجات دي بره موجودة ومخافزين عليها ودريل على كده المسرح ما يموتش مثلا من التكنولوجيا وكده بره فيه مسرحيات في انجلتيرا وفي امريكا بتحجزي لها 6 شهور دلوقتي او مقدما قبليها اذا العيب مش في المسرح العيب في تناول الحكاية انا حاسس كاجابة على حضرتك يا زو ان من 7-8 سنين يمكن من 10 كمان المسرح المصري راح لحتى قضيت عليه شوية اللي هي ايه اللي هو بقى ما بين الكباري والمسرح او اضحك سكتشات على حاجاتكم مش سكتشات سكتشات دي فن ليه برضو على فكرة قليمة استعراضي خفيف اكتر حتى مش الاستعراض بتاع الدراما الاستعراض الدراما ليه مواصفات انما الشول اللي هو بس بقى لمجرد انت لا لا انه لا بقى لا او انت اضحك فيبقى بهرجة وليس اوكي ده ليه ناسهم مطلوب وبيفرح واحنا الفرح عندنا البلدي في مصر مؤثر فينا اوكي لكن المصرح عايز حاجات تانية عايز موضوع حتى لو كوميدي صح يعني شوفي فيه مدرس عندنا في الكوميديا حتى لو لايت بس يعني مثلا مين ينسى مصرحية المتزوجون بتاعت طبعا انا تسميت لينا اصلا بسبب والإفهات بتاعها انت لسه اهلا إفهات انا تسميت خاتسي ملتحت الحدزة لينا يعني كلنا مؤثر فينا مثلا المصرحية شاد ما شافش حاجة بتاعت استاذ عادل عادل امام فيه مسرح فؤاد المهندس الجميل الدافي ده وشكر سيدتي الجميلة لما تسمعي بس لو انت بتعملي حاجة واسمعت الصوت فؤاد المهندس وشكر بيعملوا لك رابط انا وهو وهي بالزبط ده المصرح زاد بقى جزء تاني كبير مهم جدا لمصرح الدولة ده لازم يبقى منور ده احنا كنا بنروح وإحنا صغيرين في سنوي وفي اول الجامعة نتعلم من المصرح القومي والمصرح الطليعة ده ونشوف فيه مواضيع تشكل عندنا تفتح مخينا اذا المصرح كقيمة ما يموتش العيب فيه القيمة فالمصرح المصري اجيب بقى الشق الأخراني بتاعك يا سورة هو انا حس دلوقتي المصرح في مصر مستني حد يقول له تعالى اعمل حاجة جديدة بنفس جديد غير اللي كان موجود لأن اللي كان موجود ده كان مصرح سياحي واخد طبع وكان ناجح على فكرة جدا بس احنا الوقتي مش فيه عايزين حاجة تانية حاجة صح فالمصرح مستني بيقولي يا جماعة حد يحركني في حتة تانية يعني مثلا سوريا لنا اكيد فل مثلا عشان اوضح بس كلاني مثلا استخدام التكنولوجيا في المصرح الجديدة لسه محدش يجي جنبها صح اللعب بالدوق والشو اذا قابق او الكمبيوتر والحاجات وبره بيعملوا ده دلوقتي ويفراجك على الستيجي